اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولازالت تحدث الى الان لكن في الحقيقة هي كنز لا يمكن ان نستغني عنه في كلمة الله دراستنا في رسالة كورنسوس الاولى هي موضوع حلقتنا النهاردة حنبدأ في هذه الرسالة السمينة وندعوك عزيزي المشاهد انك تكون معنا فأهلا بك في حلقتنا اليوم أحب أبل ما نبتدي في رسالة كورنسوس الاولى أدي فكرة عن وضع هذه الرسالة في الكتاب المقدس احنا عندنا تسمين للكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد العهد القديم بيقول انه جاي والعهد الجديد بيقول انه جاي عن مين بيتكلم؟ عن موضوع الكتاب المقدس اللي هو الرب يسوع المسيح العهد الجديد اللي فيه رسالة كورنسوس الاولى بيتقسم الى اربع اخسام انا جيل اربعة صنع الخلاص اعمال الرسل نشر الخلاص الرسائل الواحد وعشرين تعليم الخلاص وسفر الرؤية السفر النبوي الوحيد اتمام الخلاص يبقى اذا رسالة كورنسوس الاولى في القسم التالت اللي هو الرسائل يلفت النظر انه في العهد الجديد واحد وعشرين رسالة يعني اكتر من نص الرسال بكتير ايه الاصفار بكتير هذا معناه طبعا بيلفت يعني ان البعض بيعترض هو رسائل تبقى في وحي الله الاجابة نعم لاننا صرنا عائلة الله وشيء طبيعي ان المؤمنين يبقوا متواصلين مع بعض لانهم اخوة ولنا بكر بين اخوة كثيرين اللي هو المسيح واعضاء في جسد والمسيح هو رأس هذا الجسد الرسائل فيه اربعتاشر رسالة كتبها الرسول بوليس وسبع رسائل كتبها كتاب آخرين اربع كتاب على وجه التحديد لو بصينا لرسائل الرسول بوليس نلاقيها متقسمة الى تلات اقسام رئيسية اقدر اقول رسائل الارسالية رسائل السجن الرسائل الرعوية بالاضافة الى رسالة العبرانيين اللي برضو الارجح كاتبها الرسول بوليس نروح بقى الى التلات اقسام دول الرسائل الارسالية يعني كتبها بوليس اثناء سفرياته وترحاله من ضمنها رسالة كورينتوس الاولى ودول عبارة عن ست رسائل ثم رسائل السجن اسمى ما كتب او اسمى ما كتب بالوح لما كان بوليس في سجن روميا كتب اربع رسائل ثم اخيرا تلات رسائل رعوية بعد خروجه من السجن يبقى عندنا ستة واربعة وتلاتة تلاتاشر رسالة بالاضافة الى رسالة العبرانيين يبقى الرسول بوليس كتب اكثر من نصف اسفار العهد الجديد لو بصنا الى رسائل الارسالية نقسمهم برضو قسمين الرسائل المبكرة والرسائل الكبيرة المبكرة رسالة غلطية وتسالونيك الاولى وتسالونيك التانية والرسائل الكبيرة رسالة روميا ورسالة كورينتوس يبقى رسالة كورينتوس الاولى من ضمن الرسائل الكبيرة في رسائل الارسالية اللي كتبها الرسول بوليس بينما رسائل السجن افسوس فيليبي كولوسي وفيليمون واخيرا الرسائل الرعوية رسالة تيموثاوس الاولى والتانية وأيضا رسالة تيتوس بالإضافة إلى أن الرسول بوليس أيضا على الأرجح هو كاتب الرسالة إلى العبرالي مدينة كورينسوس كانت مدينة في موقع تجاري وملاحي حساس جدا لأنها كانت تقع في غرب أثينا والمدينة دي كانت بتشتهر بالخلاعة والنجاسة كان فيها أكبر معبد للإلهة فينوس إلهة الجمال في هذا المعبد كان يوجد حوالي ألف كهنة كانت تقدم ذاتها وتخصص ذاتها لهذه الإلهة لكن عن طريق الجنس ففي هذه المدينة كانت تنتشر الخلاعة لكن أيضا في هذه المدينة كانت تنتشر الفلسفة الإغرقية اليونانية فكانت مركزا للتجارة جابت ناس كتير من الشرق والغرب كانت ملطاقة التجارة اللي جاي من الشرق للغرب والعكس كان فيها ثلاث مواني شهيرة جدا يمكن فيه ميناء مشهور اسمه كانخرية علشان كده كان فيه أغراب كتير بيجو المدينة تأثروا بالخلاعة وتأثروا أيضا بالنجاسة وتأثروا بالثقافة والفلسفة في هذا الكيان المظلم اخترق نور الإنجيل هذه المدينة بعدما ذهب إليها بوليس وهو آت من أثينة في رحلتي التبشرية الثانية ولما جاه من أثينة هناك كأن الروح القدس والرالو أدئيه الحكمة الإنسانية والفلسفة الإنسانية قادت الإنسان أنه هو يعمل آلهة عبارة عن أصنام علشان يسجدها فقمة الفلسفة الإنسانية طلعت الله بر الحسابات وقالت الإنسان يسجد للأوسان فرفض الحكمة الإنسانية وذهب إليهم بخوف ورعدة وكان أمامه أن يقدم المسيح وإياه مصلوبا طبعا أعد سنة ونص في هذه المدينة تكلم كثيرا قوامه اليهود وحصل رفض للرسالة بتاعته لكن الرب قاد إليه جمع أيضا من هذه المدينة بعدما أعطاه هذا التشجيع تكلم ولا تسكت لأن ليه شعبا كثيرا في هذه المدينة وده بيحطنا قدام فكر كتابي واضح في هذا التدبير أنه في أمم كثيرة الرب له شعب من هذه الأمم لكن ما فيش حاجة دلوقتي اسمها كل أمة ترجع إلى المسيح الآن إلا في المستقبل في تدبير ملء الأزمنة عندما كل الأمم وكل الشعوب تعتارف بالمسيح ربا ومخلصا في هذه المدينة تكونت الكنيسة في كورنثوس حالك أشرت إلى أن مدينة كورنثوس مدينة داعرة وهي فعلا كذلك حتى أنها تعتبر سدوم زمانها طيب ولما توصف واحد أن كورنثي هذا معناه أنه في منتهى التهتك والضعارة يعني كانوا عندهم السكر شيء ممتشر جدا وأيضا الجنس ففي الحقيقة كان فيه انحطاط خلقي رهيب لكن شكرا لله نعمة الله تشق طريقها في أصعب الظروف ومن هذه المدينة زي ما الرب قال لبولس حتى اكتفضلت وأشرت إن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة تكلم ولا تسقط وفعلا تكونت كنيسة قوية كبيرة زي ما حنقرأ في هذه الرسالة لما نعرف تاريخ المدينة دي أنه كان فيه فلسفة فلسفة بحسب الإنسان وخرجت الله برا الحسابات وكان فيه نجاسة ونعرف إزاي الكنيسة دي فيما بعد تأثرت بما كانت عليه في الماضي نعرف أنه أحيانا ممكن الماضي يؤثر على الإنسان حتى بعدما يؤمن إن ما كانش في شركة حقيقية مع الرب يعني الحياة الماضية عندما كنا نعيشها إن لم نحفظ في دائرة الشركة كل يوم لأن جوانا جسد رديء بعد الإيمان جوانا جسد رديء انطلب رأسي يستحضر ما كنا عليه في الماضي من أفكار ومن سلوكيات الحاجة الوحيدة لتحفظنا بعد الإيمان هي الشركة اليومية الدقيقة وممارسة الإيمانة كل يوم نحن بقينا خليئة جديدة ليس للقديم سلطة علينا عشان كده المؤمنين في كورنسوس عندما كانوا في حياتهم الروحية أطفال ما كانش عندهم رجولة روحية كأن القديم أتى عليهم بظلاله مرة أخرى كان عندهم خطايا جنسية وكان عندهم أيضا خطايا فكرية أفكار غريبة دخلت إليهم وكأن القديم طلب رأسيه مرة أخرى وأضيف يا أخي عياد أنه مش بس القديم لكن أحيانا احنا بنعتبر ما تقره الثقافة اللي حولنا كأنه أمر واقع وأمر طبيعي جدا دون فحص إيه اللي بيحصل فيه كل مجتمع لي يعني مثلا رسول بوليس قال في مرة المرأة عن الكريتيون إنهم كدبين ولسه ده بيقولهم نقول للمؤمنين منهم ما بقوش كده فالمشكلة إنه إحنا لما بنعيش مع مجتمع ونبتدي نعتبر إن مبادئ المجتمع ده دون فحصها في ضوء كلمة الله ده بيؤدي إن إحنا عادي بنتسامح مع هذا الأمر ونعيش الكلام ده وده اللي كان حصل في كروسوس عشان كده مفروض ثقافتنا تبقى ثقافة كتابية ما هياش ثقافة عالمية صحيح فالفرق مهول ما بين ثقافة العالم وما يعرضه العالم وبين أفكار الله وحكمة الله اللي تجلت في صليب المسيح والمعلنة في كلمة الله يعني أفكار الإنسان قادتوا إلى الوسانية والإباحية والفساد الأخلاقي ما جابش أعلى من كده مع أنهم فلسفة ومفكرين ما هماش بربرة وجهال لكن أعلى ثقافة عند الإنسان قادتوا إلى المستوى المتردي اللي احنا شفناه دلوقتي بينما ثقافة الكتاب وكلمة الله تقود إلى مستوى سماوي من السلوكيات والأدبيات والأخلاقيات ظهرت في المسيح وعشان كده يعني كل مؤمن عليه أن يحفظ نفسه بلا ده ناس من العالم وثقافة العالم وتبقى كلمة الله عايشة جواه هي اللي بتحكم تصرفاته وسلوكياته ثقافة كتابية نتعلمها من الطفولة يمكن دالا بيقصود الرسول لما بيقول بتجديد أذهانكم تغيروا عن شكل بتجديد أذهانكم فاحنا محتاجين تجديد الذهن علشان لأنه بنتأثر يقينا بنتأثر بالوسط اللي احنا فيه وطبعا احنا عارفين أن العالم بصفة عامة الشرق والغرب الشمال والجنوب الكل يعني عنده مبادئ مغايرة لله لأن العالم كله قد وضع في الشر الشر أضيف حاجة تاني أن هذه الرسالة كتبت من من أفاسوس لكن كتب منها رسالة روميا وأعتقد لما تقرأ أصحاح واحد من رسالة روميا تكتشف أديه كان منزعج جدا مما أدت إليه الثقافة الإغريقية انحلال وتهتك في أصحاح واحد من رسالة روميا لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في مدينة كورينثوس الداعرة اللي مليانة بالنجاسة والشرور أقدر أشوف إقامة الرسول بوليس في كورينثوس في ثلاث أماكن في بيت أكيلا وبرسكيلا وكان فيها بيتكلم لليهود وانتهت بأنه قال لهم خلاص مدام أنتم مش عايزين دمكم على رأسكم أنا أتاجه إلى الأمام دي بتتكلم على مين الناس المفروض أنه جاي ليهم الكلام ورفضوه لكن الإقامة التانية كانت في بيت ياسطس وفي الوقت ده وقت قابله شعب كبير ومن ضمنهم رئيس المجمع نفسه كان عايز يقول أنه النعمة في بيت ياسطس بتباني النعمة اللي اتاجهت للكل لكن أخيرا قدام غليون الوالي اللي بتقول أنه نعمة طالله لازم تقاوم في كل وقت من الوقات ومع ذلك هذا لم يوقفه أكمل عمله بعد كده كانت كورينثوس عاصمة ولاية إخائية في عهد الإمبراطورية الرومانية وكان سكانها يتكونون من اليونانيين المحليين ومن الشرقيين الذين كان عدد كبير منهم من اليهودي وعتقاء من إيطاليا وموظف الحكومة الرومانية ورجال أعمال وكانت من أعظم مدن العالم القديم إذ كانت تشغل موقعا استراتيجيا على هضبة تطل على برزخ والبرزخ هو شريط ضيق من اليابسة محاط من الجهتين بالماء كورينثوس على بعد نحو ميلين من الخليج وكانت تقع عند أقدام أكمة كانت تسمى أكرو كورينثوس أو كورينثوس العليا وكانت ترتفع عموديا إلى عشرة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين قدما فكان من السهل الدفاع عنها في العصور القديمة إنها كانت تسمى مقترة اليونان إذ كان من العسير اختراق هذا الحصن الطبيعي فلم يمكن اقتحامه أبدا في الأزمنة القديمة إلى وقت اختراع البارود وكان يتحكم في كل الطرق البرية بين بلاد اليونان في الشمال عبر البرزخ إلى شبه جزيرة لوبونيزيا كانت كورينثوس تشتهر بعبادة أفروديت إلهة الحب والجمال والخصوبة وكان لها معبد بالغ الروعة فوق الأكمة كان به ألف من كاهنات المعبد لممارسة الدعارة تعبدا لأفروديت مما جعل المدينة بؤرة للفساد تفوق في ذلك غيرها من المدن الوثنية بما في ذلك روما نفسها رسالة كورينثوس الأولى واحدة من الرسالتين بيتكلموا لينا عن ترتيب بيت الله الكنيسة كبيت الله مرتبة ترتيبها إزاي واحدة منهم كانت رسالة تمثوس الأولى وديت رسالة كورينثوس الأولى اللي اتنين بيتكلموا لينا عن الترتيب الصحيح لبيت الله نقدر نديها عنوان لكورينثوس الأولى اسمها إعادة رسم المصار مرة أخرى فالكنيسة بعدما بدأت حسنا لكن تصرب إليها بعض الخطايا الأدبية اللي هيتكلم عنها ويصححها وبعد كده بعتقولهم عن أسئلة يرد على الأسئلة فهي رسالة إعادة المصار الرسالة دي نقدر نقسمها قسمين بحسب كلمات مفتاحية القسم الأول نقدر نقول من أصحح واحد لأصحح ستة كان يعالج مشاكل أدبية نمت إلى مسامعه عن طريق عدد حضاشر يقول لأني أخبرته عنكم يا إخوتي من أهل خلوي فجات له أخبار عن مشاكل أدبية في الكنيسة عن انشقاقات بدأ يعالج هذه المشاكل في الأصححات من واحد إلى ستة لكن بدأ من أصحح سبعة إلى ستة كان هما بعتولوا أسئلة عندهم استفسارات فبدأ يرد على استفساراتهم من الأصحح سابع لغاية أصحح ستة فنقدر نقول أن فيه تقسيم ثنائي من واحد إلى ستة ومن سبعة إلى ستة من واحد إلى ستة بيعالج مشاكل أدبية من سبعة إلى حداشر بيرد على أسئلة نقدر كمان نقسمها إلى تقسيم رباعي نقول من واحد لأربعة أمور شخصية لكن خمسة ستة سبعة لغاية عشرة بيتكلم عن مشاكل أدبية بيرد عليها وبيعالجها حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر ده قسم كنسي فيه بكلام عن عشاء الرابي فيه كلام عن المواهب فيه كلام عن كيف تمارس المواهب خمستاشر وستاشر ده تعليمي بيتكلم عن القيامة وبيتكلم عن العطاء لما تكلم عن الجزء الأول من واحد إلى ستة بيتكلم عن الكنيسة باعتبارها بيت وبوابة دخول البيت هي المعمودية فأشار إلى المعمودية في الأصاح الأول لكن في الجزء الثاني يتكلم عن الكنيسة باعتبارها جسد والتعبير عن الجسد ليس هو المعمودية فقط لكن عشاء الرب فتكلم في أصاح 11 عن عشاء الرب علشان كده الجزء الأول يتكلم عن المسئوليات والمسئوليات مرتبطة بالمعمودية لكن في الجزء الثاني بيتكلم عن الامتيازات والامتيازات مرتبطة بوحدتنا مع بعض كجسد تعبيرا عن هذه الوحدة هي عشاء الرب دي الخطوط العريضة لهذه الرسالة يلفت النظر أنها الرسالة الأولى لكورينتوس وأنا دايما باتساءل ليه رسالة أولى وتانية طيب ما يبعث كان لكنيسة أخرى أعتقد لأن الحق له جانبين وبالنسبة لكورينتوس الأولى ترتيب البيت من الداخل زي ما حالك أشرت كورينتوس الثانية الاتجاه إلى الخارج وده شيء طبيعي أنك قبل ما تتجه للخارج عليك أنك تنظم البيت من الداخل يعني في الرسالة الثانية إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا إمتى نسعى كسفراء وإمتى الله يعظ بنا هل قبل ما نرتب البيت من جوه عشان كده الرسالة الأولى جات أولا ترتيب البيت من الداخل وزي ما حاجة تفضلت الرسالة الأولى تحدثنا عن ترتيب بيت الله ولا نجد حاجات كتيرة جدا ما جدش في الكتاب زي ما جد بوضوح رسالة كورينتوس الأولى يعني أقول على سبيل المثال الوحي لا تستطيع أن تجد أصحاح يعالج موضوع الوحي زي أصحاح اثنين العزل التأديب الكنسي لا يمكن أن تتحدث عن هذه الحقيقة إلا إذا رجعت إلى أصحاح خمسة العزوبة العزوبية والزواج مش هتلاقي أصحاح واضح زي أصحاح سبعة أكل ما ذبح للأوثان أصحاح تمانية مائدة الرب لا نجد هذا التعبير خارج كورينتوس الأولى عشرة عشاء الرب كورينتوس الأولى 11 الترتيب وممارسة الموهى في أصحاح 12 القيامة في أصحاح 15 المحبة أصح المحبة العظيم أصح 13 ثم العطاء لأجل قدسين في أصح 16 دي أشياء لم ترد بهذا الوضوء كما وردت في رسالة كورينتوس الأولى اللي احنا بنشكر الله من أجلها وحنبتدي ندرسها بدءا من هذه الحلقة يعني البعض يسميها سفر المشاكل لأن هي أصلا كتبت عشان تعالج مشاكل لكننا لا نغفل الحاجات اللي حضرتك قلتها دي احنا بنسميها لا كنز مش سفر المشاكل صحفي مشاكل لكن ما يعالجش المشاكل غير أنك تعرف الحق فين تعرف الصحة فين هو ده اللي عمل الرسول بولوس في كل الرسائل الروح القدس إدى حكمة لللي رتبوا الرسائل بحيث أن تتحط رسالة روميا في الأول وراها كورينتوس الأولى وراها كورينتوس التانية لأن روميا بتحط الأساسات إنجيل الله علاقة الإنسان مع الله التبرير والسلام بعدها رسالة كورينتوس الأولى اللي بتكلم عن العبادة داخل بيت الله ثم رسالة كورينتوس التانية بتكلم عن الخدمة في الخارج زي ما الأخ يوسف أشار دلوقتي فالترتيب ده يعني بحكمة من الروح القدس علاقة الإنسان بالله ثم العبادة والسجود داخل بيت الله ثم الخدمة والشهادة خارج بيت الله ممكن كمان نروح ناحية تقسيم آخر مرتبط بعبارة ذكرت عن المسيح يسوع المسيح ربنا أو الرب يسوع المسيح وجات في الأصاح الأول عدة مرات نقدر نقول عليها ربوبية المسيح فمن خلال ربط كل الأصاحات بربوبية المسيح وضع الرسول بوليس ربوبية المسيح كعلاج كعلاج للانشقاقات فعندما يوضع المسيح كرب أمامنا لنذهب وراء رؤوس أحزاب قادة أحزاب ربوبية المسيح تعالج الانشقاقات ربوبية المسيح تعالج الفكر البشري ورفض الفلسفة البشرية ربوبية المسيح تعالج الأخلاقيات الفاسدة والتصرب الأدب الفاسد داخل الإنسان ربوبية المسيح ممكن تعالج مشاكل بين أخ وأخ عندما يريدان أن يتقاضي عند الظالمين ربوبية المسيح تحدد موقفي من الزواج والعزوبية ربوبية المسيح تقول عندما أقترب إلى مائدة الرب مركز المسيح شكله إيه ربوبية المسيح تقول عندما نحتافل بعشاء الرب من هو المركز ربوبية المسيح تقول لنا من هو المسيح عندما نخدم بالمواهب فهو السيد من له الحق أن نخدم ونرجع المجد إليه وهكذا ربوبية المسيح هي الألاج لكل المشاكل الوردة من 1 ل 6 وهي أيضا الألاج والحال لكل الأسئلة الوردة من 7 إلى 16 في نفس هذا الصياق إذا كان للأرقام أن تتكلم فتعبير كنيسة الله أو الكنيسة ورد في هذه الرسالة 22 مرة زي ما قلت حقا ما فيش رسالة تعالج موضوع كنيسة الله قد هذه الرسالة وبعديها رسالة تيموثاوس الأولى ورقم 22 رقم جميل لأنه رقم الشهادة وكأن الكنيسة هنا على الأرض احنا صحب نكرم ربنا لكن أيضا هي شهادة وده اللي بيقوله لنا هنا ثبتت فيكم شهادة شهادة يسوع المسيح أيضا الرقم هنا يحدثنا عن الشهادة العجيب أن الرسالة اللي بتتكلم عن الكنيسة مفيهاش أي سيرة عن وظائف الكنيسية يعني الوظائف الكنيسية بنشوفها في رسائل تانية فكأنه عايز يقول ودي من البداية يعني الحال قال فيه رسالتين أساسيتين بيتكلموا عن الكنيسة دي المبكرة فيهم وتيموثاوس يقولها هي المتأخرة ففي المبكرة فيهم عايز يقول أن الكنيسة لا تقوم على ناس لها وظائف ممكن تعيش الكنيسة من غير وظائف الكنيسية لكن العكس النهاردة هو اللي بيحصل في كل الدنيا عايز يقول أنه ده الشكل بتاع الكنيسة اللي عايزه الله وعايز يشوفه فيها وطبعا الوظائف الكنيسية اللي حضرك عشرت إليها مش تعينات موجودة ومراكز توظفية في الكنيسة أكيد حضرك توصد كده لكن هي أدوار الرب بيقيم فيها أشخاص عشان يقوموا بعمل النظارة والرعاية في الاجتماعات والتدبير في الاجتماعات زي الأسقفة اللي موجودين مثلا في تموثاوس الأولى وبالتفصيل أكتر هتلاقيهم فعلا في تموثاوس وتيتوس أول وظائف الكنيسية عموما اتنين الأسخفية والشموسية والأسخفية عمل نظارة اعتناء روحي تقوي بالمؤمنين بينما الشموسية اعتناء مادي بالفؤرة ولا سيامة بالأرامل فالشموسية شغلتهم أساسا خدمة مادية متجهة أساسا للأرامل بينما الأسخفية عمل مهم جدا روحي في المقام الأول الاعتناء التقوي الروحي بالمؤمنين والرسالة دي تتكلمت عن المواهب الروحية الرسالة تموثاوس الأولى تتكلمت عن الوظائف الكنسية ودول حاجتين بيستخدموا من مسيح رأس الجسد لكي لا يبغت جسده بل يقوته ويربيه فهو يقوته من خلال المواهب الروحية يربيه ويدفه من خلال الوظائف الكنسية الرسالة باعتبرها تتكلم عن الكنيسة كبيت الله بتعلن ترتيب بيت الله وأي انحراف عن هذا الترتيب هو خروج عن فكر الله استحسان الإنسان دخل في الموضوع وبالتالي حصل انحراف عن الفكر الإلهي من جهة بيت الله وترتيبه يمشي إزاي الله بيرتب بيته وليس من حق إنسان أنه يعدل في هذا الترتيب لكننا نحترم ماذا يقول الكتاب الله رتب بيته إزاي وهو ده اللي احنا كلنا نمشي عليه العجيب بقى أن هذه الرسالة التي اتعنا بترتيب بيط الله كثيرون يقولهم هذه الرسالة كتبت لناس معينين في زمان معين ومكان معين وإحنا ما نشتعى بيها العجيب لما تقرأ العداد التلاتة الأولى هتلاقي إنها لا يرد في أي رسالة أخرى غير هذه الرسالة هذه المقدمة إلى كنيسة الله التي في كورونتوس مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا يعني هذه الرسالة ما ينفعش أبدا أقول إن الأصاح الفلاني ده بيكلم كورونتوس ما ينفعش كده إطلاق أولا ما ينفعش كده في أي حتة في الكتاب لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا لكن لما تيجي الرسالة دي ومن أول المقدمة تقولي إنها إلى جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع وأقول لا ده مش لينا ده كورونتوس هذا استخفاف واستهتر بالكلمة من قرائتنا وربطنا بسفر الأعمال على صحة 18 كنيسة كورونتوس كانت كنيسة كبيرة جدا في العدد وغنية في المواهب لكن لا العدد ولا المواهب شفعوا إنه ما يكونش فيه مشاكل بالعكس كانت مشاكل كتيرة جدا فكأنه عايز يقول لا مش المواهب هي اللي هتمنع المشاكل الروحانية ودي حاجة هيقولها لهم وفي نفس الوقت عايز يلفت النظر إنه العدد الكبير زي ما هو ممكن يكون ميزل بالنسبة الناس بس هو مسؤولية كبيرة جدا لأنه أنت عرض أن فيه ناس تخش في النص مع العدد الكبير تسبب انزعاجا زي ما حصل في رسالة كورونتوس يبتدي الرسالة بكلمة بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وجيد أنه يحط في الافتتاحية رسوليته باعتباره مدعو من الله ليكون رسولا يحمل رسالة لكل كنيسة الله وده يعطي لكلامه سلطان وقوة أن ليس لإرادة الإنسان ومشيئة الإنسان سيادة في هذا الأمر لكن مشيئة الله لها السيادة المطلقة وعلى كل كنيسة أن تخضع لأن دي مشيئة الله وقد دعا بولس رسولا يعني رسول بالدعوة ليحمل هذه الرسالة ويوصلها إلى كل كنيسة الله تتكرر كلمة الدعوة ثلاث مرات في المقدمة بولس المدعو رسولا وفهمنا أنه رسول بالدعوة مش عمل نفسه ولا الناس عملته لكن الله ضعه الحاجة الثانية إلى كنيسة الله التي في كورينتوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قدسين برضو مش الناس عملتني قديس ولا أنا عملت نفسي قديس أنا مقدس بالدعوة أو بلغة عبرالين عشرة بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة المرة التالتة في برضو المقدمة مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان بمعنى هو دعاني وانس وأنا بدعي بقية عمري في مزمور 116 تيجي آية جميلة لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياة كل حياتي بدعوه هو دعاني ومش هيرجع في دعوته ليا وأنا أدعوه وأدعوه مدة حياتي أو أول مرة جيت كلمة دعية باسم الرب في تكوين الصحة 4 حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب ولغاية النهاردة في ناس بتدعو باسم الرب وإحنا عارفين أن كل من يدعو باسم الرب يخلص الرسول بيقرن اسمه بأخ عادي من كورنسوس اسمه سوستانيس وده اللي نقرأ عنه في أعمال 18 عدد 17 كان يشغل منصب رئيس المجمع بعد كريسبوس اللي آمن بالمسيح فاعتزل هذا المنصب سوستانيس أيضا آمن بالمسيح وكان أخ من كنيسة كورنسوس وكانه عايز يقرن نفسه مش بس العظماء هم اللي الله بيستخدمهم لكن حتى الأخ البسيط اللي كان مع بوليس بيحط فكره وبيحط تأييده لكل ما كتب بوليس قدم بوليس نفسه باعتباره رسولا وكويس إن احنا في استهلال معظم رسائل نعرف كيف يقدم بوليس نفسه لأنه لما نقرأ أي رسالة ونعرف بيقدم نفسه كأيه نعرف غرض الرسالة إيه فهنا في رسالة كورنسوس الأولى قدم نفسه باعتباره رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله رسالة غلطية بيقول بوليس رسول لا من الناس يؤكد على رسولياته أفاسوس بيقول بوليس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لكن فيليب بيقول بوليس وتيمثاوس عبداء يسوع المسيح استخدام بوليس لهذا اللقب بوليس رسول كان يستخدمه دائما عندما يصحح مشاكل في كنيسة لأنه له سلطان رسولي وأيضا عندما يقدم إعلانا جديدا مثل كنيسة أفاسوس ففي رسالة أفاسوس قدم إعلانا عن السر ما هو السر الذي أعلن لبوليس باعتباره خادم هذا السر قدم نفسه باعتباره رسول يبقدم نفسه باعتباره رسول للكنيس اللي بيصحح فيها مشاكل أو اللي بيقدم لها إعلانا جديدا لكن في فليبي سوف يتكلم عن المسيح الذي أخلى نفسه أخذا صورة عبد فكان ينبغي أن يفتتح الرسالة بهذا الكلام بوليس و تمثاوس عبداء يسوع المسيح وهذه حكمة للروح القدر بتبايل لنا غرض الرسالة من خلال كتابة بوليس لقبه أو كتابة لقب بوليس في افتتاحية الرسالة كلمة كنيسة الله أو كنيسة بتعني جماعة خارجة منفصلة مدعوة أفرزت من الله عن العالم اللي كانوا مرتبطين بيه وده مهم جدا هنا في كرونسش كده يسميهم المقدسين يعني اذكروا الوسط اللي انتوا طلعتوا منه الله أفرزكم الله خصصكم الله جعلكم جماعة مختلفة اختاركم و دعاكم و قدسكم و فصلكم فهي جماعة منفصلة عن الأمم الوثنيين و عن شرور العالم المحيط الكنيسة وردت في سفر أعمال الرسل أصحاح 7 عدد 38 في كلام ستفانوس لما بيقول هذا الذي كان مع الكنيسة نتكلم عن موسى كان مع الكنيسة في البرية والبعض افتكر من هذه الآية أن الكنيسة بدأت من أيام زمان أوي الحقيقة أن الكنيسة بدأت يوم الخمسين يوم الخمسين هو يوم ميلاد الكنيسة كده لأن المسيح الرأس ما تكونش الرأس إلا بعد الموت والقيامة والصعود أصعده و جعله رأسا والجسد لم يتكون إلا يوم الخمسين فالكنيسة كنيسة العهد الجديد تكونت يوم الخمسين و قبل ذلك كان مؤمنين لكن مش كنيسة أما ليه فكرة الكنيسة اللي في البرية كلمة الكنيسة زي ما حق قلت جماعة منفصلة خارجة فالشعب إسرائيل باعتبارهم خارجينا من مصر هي الكنيسة في البرية لكن بعد ما دخلوا الأرض ما عدوش جماعة منفصلة خارجة بل عكس دول داخلين عشان كده في العاد القديم لا نقرأ مطلقا أن شعب إسرائيل كان كنيسة لكن هي بس تقالت مرة واحدة في أعمال سبعة تمانية وتلاتين لما بيكلمنا عن جماعة خارجة من مصر متجهة إلى كنعان في البرية كانوا كنيسة الحقيقة حسن اختيار الألفاظ عند الرسول بولوس هنا قوي جدا يعني موظف كل كلمة كلمة مقولة في محلها سمعنا الكلام عن ذكر رسوليته كمان عن فكرة المقدسين أعتقد ده مفتاح هو هيبني عليه الحل بتاع كل الرسالة من ناحية طبعا حالة رسالة كرونسوس تقول لنا أن المقدسين ده مش يعني ناس وصلوا إلى مستوى قداسة كامل ما بيعملوش خطيرة تانية لكن الناس عايزوا لهم أنتوا مش زي بقى الناس كنا قولنا في المقدمة من شوية أنهما متأثرين بالبيئة اللي حواليهم عايزوا لهم لا أنتوا مفيش أي داعي لك تكونوا كده أنتوا ناس مفروزين عن باقي الناس عشان تكونوا لله كنيسة الله عشان تكونوا لله فبناء على كده حيبني كل التأسيس بتاعه فكأن كل كلمة بيقولها في المقدمة بتاعها موظفة بطريقة تتناسب مع باقي الرسالة زي ما فهمنا كلمة مع جميع الذين يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا يعني هذا الرب يسوع المسيح رب للأمم رب لليهود رب للكل كل الذين يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح ست مرات في هذه الرسالة يؤكد أن ما يكتبه إلى كورنسوس يكتبه لجميع الكنائس ممكن نمر عليهم بسرعة خالص أول مرة مع جميع الذين يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان أصحاح 4 عدد 17 يقول الذي يذكركم عن تيموساوس بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة أصحاح 11 عدد 16 إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله أصحاح 14 عدد 33 و 37 لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القديسين عدد 37 إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب أخيراً أصحاح 16 العدد الأول أما من جهة الجامعة لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلطية هكذا افعلوا أنتم أيضاً فهذا ما كتبه إلي كورنسوس يسري على جميع الكنائس مش بس أيام بوليس لكن بطول عصر الكنيسة على الأرض نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح العطف هنا جميل هو العطف الله أبينا والرب يسوع المسيح ولو لم يكن المسيح هو الله ما كانش ممكن أن يعطف الله أبينا على الرب يسوع المسيح لكن بيقدم له بإيه من الله أبينا والرب يسوع المسيح نعمة وسلام نعمة لمواجهة الشرور الكثيرة في مدينة كورنسوس والسلام لحفظ المؤمنين في جو النقي كم نحتاج إلى النعمة وإلى السلام وإحنا عايشين في الألفية الثالثة لكن العالم لم يتحسن على الإطلاق بل ربما ازداد سوءا والجميل أنه رغم الحالة اللي هم فيها لكن ينفع يقول لهم نعمة وسلام صحيح وهو يتكلم عن بيت الله هنقرأ بعد كده عن المسئولي العزل والتأديب الكنسة لكن صريب المسيح يحكم تماما على فساد الإنسان جاء المسيح ووضع الأساس لعمل خليقة جديدة رأسها المسيح عشان نبقى بنقول قول واحد بلازم نكون نسخ من بعض عزيز المشاهد قال الرئيس الأمريكي الشهير أيزنهاور أن تقرأ الكتاب المقدس كأن تذهب إلى رحلة خلوية بعيدة تتجدد الروح ويتقوى الإيمان هل تشتهي أن تأخذ هذه الرحلة معنا في ركاب كلمة الله ورحابها العظيمة؟ هل ترغب أن تصحبنا في مثل هذه الرحلة؟ ندرس فيها الكتاب المقدس أصحاح أصحاح وآية آية نفعل ذلك في برنامج فحصين الكتب الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر